عبر الأقمار الصناعية الخبير في الجماعات المتشددة دياء الوكيل ينضم إلينا من بغداد مساء الخير أهلا بك معنا سيد دياء كل عامو أنت بخير بالنسبة ل... كل عامو أنت بخير إن شاء الله تسلم محاربة داعش في الحويجة ما يحقى اليوم عن خطر داعش بالحويجة بأنه يشكل هذا خطر على عدة محافظات ماذا يمكن أن نعرف به عن هذا الموضوع؟ مساء الخير وأيامكم سعيدة وكل عامو أنت ومشاهدي قناة الآن بألف ألف خير إن شاء الله أهلا وسائل قضاء الحويجة يعتبر معقل رئيسي لتنظيم داعش وهو أيضا معقل لتنظيم بين قوسيا جيش رجال الطريقة النقشبندية الذين تحالفوا مع داعش في تموز 2014 وما لبثوا أن انقلبوا عليه في أبريل عام 2015 قضاء الحويجة يضم 19 مدرسة لتدريس ما يسمى بالنهج والعقيدة للفكر المتطرف لتنظيم داعش الإرهابي وهي تضم عدد كبير من السجون الرئيسية في الحويجة وفي ضواحيها ولذلك قام الجيش الأمريكي في عام 2015 و2016 بعربعة إنزالات جوية حرر خلالها قسم من المختطفين الأكراد وقسم وعشرين من أجهزة الأمن العراقية قتل خلالها اعتقل قسم أيضا من القيادات الميدانية لتنظيم داعش الإرهابي وقتل أيضا البعض من عددهم من ضمنهم إبراهيم البطوشي وإحسين عمير العسافي في اعتقادي أن قضاء الحويجة يسيطر على عقدة مواصلات حيوية هي طريق صلاح الدين نينوى صلاح الدين أربيل وأيضا كاركوك صلاح الدين يعني تقاطع من الطرق وأيضا هي تشكل خطر عسكري على شمال صلاح الدين وعلى يعني جنوب غرب محافظة كاركوك على داقوق والدبس وعلى أربيل وجنوب شرق الموصل وشمال شرق صلاح الدين هي تتصل ببياجي وتتصل بالشرقات وبالعديد من المدن ولذلك فهي تعتبر منطقة حيوية ذات بعد استراتيجي من الضروري جدا القيام بتحريرها هم يحتجزون العديد من العوائل وهذا يعني بسبب هذا الموقع يحتجزون العديد من العوائل هم يحتجزون المدنيين طيب بس أنا أتأكد بأنه سمعت صحيح الموقع الجغرافي اللي تحدثت عنه سيدية هو الذي يجعل القتال فيها ضد داعش يعني ليس بالسهل والأعين متجهة عليه كونه مرتبط الموضوع ويشكل فعلا خطرا على كل المحافظات بسبب موقعها الجغرافي ما المخاوف هنا؟ هو الجغرافية إضافة لذلك الجغرافية العسكرية لقضاء الحويجة أيضا جغرافية معقدة لأنها في الحقيقة أرض منبسطة هي ريفية زراعية ولكن في ذات الوقت فيها أحراش وقصب ومزارع قصب وبساتين وطرق نيسمية وقريبة من مناطق مرتفعة وهم يتسلون من خلالها إلى مناطق جبال حمرين وجبال مكحول ومنطقة الفتحة ويقوبون بعمليات حرب عصابات في تلك المناطق ولذلك من الضروري جدا تحرير هذه المنطقة في الماضي كانت هناك أسباب ذات بعض السياسي وأنا في اعتقادي أن الموضوع هذا سيحل لاحقا تنظيم داعش يعني في نقطة مهمة كل العمليات العسكرية الآن تجري تحت سقف نتائج معركة تحرير مدينة الموصل لماذا؟ معركة تحرير مدينة الموصل كانت انعطافة مهمة في مسار الحرب على تنظيم داعش وهي نقطة الانهيار في البنية العسكرية والمعنوية والنفسية لتنظيم داعش ولذلك نرى في قضاءة الأعفر أن تنظيمات داعش عناصر تنظيم داعش فروا من أرض المعركة قبل وصول القوات المسلحة العراقية إضافة إلى ذلك أن القوات المسلحة استطاعت استخدام وتوظيف المعادل الثالث وهو الضغط النفسي على هؤلاء مما أدى إلى فرارهم باتجاه منطقة الحياضية وهم للمرة الأولى يقومون بالاستسلام لقوات البيش مورقة بعضهم اللي وياهم عوائل استسلموا واللي ما وياهم عوائل فروا باتجاه مناطق الجبال نحو الحدود السورية نعم أين أيضا ممكن أن يكونوا قد توجهوا طبعا الصوت طبعا في صدر للصوت سننتظر قليلا تسمعني الآن جيدا طيب بما أنك بكرت موضوع الهروب المقاتلين داعش من طلعفر وهذا ما حكي عنه كثيرا بغض النظر عما منسحب أو سلم نفسه للقوات العراقية ولكن يحقى أيضا بأنه هذا ما كان من ضمن أبرز لماذا تصفت معركة طلعفر بهذه السرعة لأنه أفراد داعش هربوا سمح لهم بالمغادرة وهنا كان فيه علامات استفهام كثيرة ومخاوف كبيرة ومخاطر أين توجه هؤلاء كيف هذا يمكن أن يكون لهم عكساته على المعارك ضد داعش الحالية إن كان بقضاء الحويجة أو بالغرب بالأنبار أنا في اعتقادي هم تأثروا بمعركة تحرير مدينة الموصل ويعني أصاب المعنويات معنويات تنظيم داعش أصابها ضرر جسيم وهم الآن ليسوا بوارد مواجهة القوات المسلحة العراقية لأن هناك تفاوت هائل في موازين القوى العسكرية النارية اللوجستية العددية البشرية ويعني كافة الأسلحة لا قبل لهم بمواجهة القوات المسلحة وهم يدركون تماما أن مصيرهم لن يكون بأفضل من مصير الذي واجهوه في أيمن مدينة الموصل ولذلك هم فروا من قضاء تلعفر تركوا خلفهم مفارز من غلات المتشددين لأغراض التعويق وفرما للتقدم القوات المسلحة يعني لأغراض التأخير فقط إنما فروا باتجاه مناطق الجبال ومناطق التي يسيطر عليها حدود يعني يقليم كردستان سلم بعضهم والبعض الآخر فروا باتجاه الجبال والحدود السورية وهذا يحتاج صفحة قتال أخرى لمتابعة وملاحقة هؤلاء لأن هؤلاء خطرين جدا وقد يقومون يعني بإعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى والقيام بعمليات ولذلك هذا الموضوع يجب أن يتابع عندما يفرون وأنا في اعتقادي أن هذا الموضوع موضوع الفرار والانسحاب والتراجع يعبر عن حالة الشعور بالإحباط والانكسار والهزيمة سينسحب أيضا بنسبة معينة على المعركة القادمة في قضاء الحويجة ولكن باختلاف بسيط أن هناك في قضاء تلعفر هم يستطعون الفرار باتجاه الحدود السورية باتجاه الجبال باتجاه صحراء وسهل سنجار ولكن في قضاء الحويجة الخيارات ليست كثيرة أمامهم لأن هناك قوات البيش مرقة والحجد الشعبي والقوات المسلحة العراقية قد يقومون بالتسلل من الآن نعم أظن أن انتهى وقتنا شكرا جزيلا لهذه المشاركة الخبير في الجماعات المتشددة سيد دياء الوكيل كنت معنا من بغداد شكرا